مصر لها نشاط واضح جدا في القارة الإفريقية مصر قامت في الفترة الماضية في الأسبوع الماضية تحديدا بعقد المصالحة السودانية السودانية أو عقد المصالحة بين أبناء جنوب السودان وقامت مصر بلم الشمل وعقد المصالحة بقيادة المخابرات المصرية وكان إعلان وثيقة القاهرة في نوفمبر 2017 وقيل أن أبناء الجبهة الشعبية تم إعادة توحيدهم مرة أخرى وتم إنهاء الخلافات بشكل أو بآخر فأنا عايز أقول لحضرتك أن كان متوقع أن توجه لمصر عدد من الاستفزازات وعدد من جر الشكل كما يقال أو نوع من أنواع المكايدة السياسية قد تحدث لمصر في القارة الإفريقية نتيجة للمشاط الزايد للسيد الرئيس والدولة المصرية وإعادة ترتيب أوراق الدولة المصرية مرة أخرى في إفريقيا أفهم من هذا دكتورة هبة أنك تتوفقين مع وجهة النظر التي تقول بأن هذه الزيارة موجهة لمصر صحيح هي قولا واحدا وقاطعا هي ردا على قيام مصر بعقد المصالحة في منطقة الجنوب أو في دولة جنوب السودان مصر تبنت المصالحة الجنوب السودانية بين أبناء جبهة الحركة الشعبية أو الحركة الشعبية لتحرير السودان انفصل أبناء الحركة قاعدة رياك مشار وقاعدة سالفا كير رئيس السودان طبعا الحرب بقالها أربع أو خمس سنين عدد كبير جدا أكتر من مليون لاجئ من أبناء الجنوب عندي أكتر من مليون قتيل واثنين مليون معوق ويحمل عها من عهاد الحروب فأبناء جنوب السودان تم شحنهم بطريقة كانت شمال السودان ونظام البشير ضالع في هذه الحرب بشكل أو بآخر خلينا بس ناخد معطيات الصورة بشكلها الكامل مصر قامت بعقدة هذه المصالحة مصر تسببت في خسارة جبهة الشمال أو جبهة البشير لهذه المعركة التي كان يقوم فيها بوسيط لتجارة السلاح لأبناء الجنوب للفرعين لفرع سالفا كيروة لفرع رياك بشار كان يغزي عملية القبلية وأن أنوير ضد أنوير والتشيلوك ضد الدينكا كان يقوم بعمليات الشحن بصورة أو بشكل يعني لا تتصور السودان الشمالي ضالع تماما في عملية الحرب والإبادة التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الحكومية والعكس فيه